مرة جديدة تنتصر العدالة على السياسة والحق على الباطل ومرة جديدة ينتصر أهالي ضحايا جريمة المرفأ على قضاة أربعة قرروا الاستسلام لإرادة المنظومة وتنفيذ مشيئتها المشهد داخل قصر العدل وخارجه كان مؤثرا ومعبرا اليوم في الداخل أربعة قضاة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى تداعوا خلافا لكل قانون معرف لتمرير مخطط عنوانه تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البطار لكن القضاء حبيب مزهر وداني شبلة وميراي حداد وليس ريشا انتظروا طويلا نصابا لم يتحقق مجلس القضاء الأعلى لم ينعقد فسقط المخطط المشبوح وسقط معه تعيين قاضي رديف وهو تعيين يشكل ضربة قاضية للقانون ويؤدي لمنع الوصول إلى الحقيقة في جريمات العصر في المقابل كان أهالي الضحايا خارج قصر العدل يطالبون بحقهم بمعرفة من قتل أبنائهم وحول أحلامهم وأمالهم بالمستقبل مجرد أشلاء مبعثرة وفي النتيجة كان دم الضحايا أقوى فسقطت المحاولة المفخخة للقضاة الأربعة وذلك باسم اثنين باسم الشعب اللبناني وباسم أكثر من مائتي وعشرين ضحية وسبعة آلاف جريح ومعوق فمرة أخرى يحيى العدل حكوميا نجيب مقاتي على إصراره لعقد جلسة لمجلس الوزراء ولو اضطر إلى حصر جدول أعمالها ببند واحد الكهرباء فحزب الله أبلغ مقاتي على ما يبدو أنه لن يعارض عقد جلسة حكومية شرط حصرها بالملف القديم الجديد الكهرباء لذا من غير المستبعد أن يردخ مقاتي لشارط حزب الله خصوصا أنه يريد عقد جلسة للحكومة بأي ثمن لكن ماذا سيكون موقف التيار الوطني الحر وهل تؤدي مشاركة حزب الله في جلسة الحكومة إلى ترد العلاقة أكثر بين الحالفين اللدودين توازيا وصل وزير الخارجي الإيراني إلى لبنان للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين وهي زيارة تطرح أسئلة كثيرة حول توقيتها وما إذا كانت على علاقة بما يتم تداوله عن الملف الرئاسي أمنيا حادثت كفرقاهل في الكورة انتهت بتوقيف الشخصين الذين تعرضا بكلام مسيء وبذيء للقوى الأمنية والبكركي وفي السياق أكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية الشرعية وحدها تحمي المواطنين وهو أمر يشكل بارقة أمل في هذا الليل الطويل